خيا نبدأ يعني يوم ما فيه خبرك بس حطينا عليه الحلقة أدي الناس يلي مثلي أنا تعاطيت وتفاعلت مع الحلقة لأنه بدهم يعرفوا لأنه عن جد الخوف مسيطر على مرضى اللي عندهم أمراض تنفسية يلي عندهم حساسية عالية فترة أدار نيسان ونص أيار فترة الربيع يلي عندهم طرف ربو يلي بيعيشوا بهيد الفترة على الفنتولين والكلينيل والاستماد ونعمل دعاية وهي دا نوع من الأدوية ويلي العوارد اللي بيحسوا فيها تشبه كتير عوارد لكورونا فمثل ما أنا دقيت لك ألقتك بالله في كتير ناس يعني مثلي عندهم هذه العوارد شو بدنا نقللهم؟ أول شي موجود لألك ولكل المشاهدين وطبعا هيدا كل يوم نحنا مثل ما أنت عملت المشكل مش بس من ميلة المريض من ميلة الطبيب كمان لأنه نحنا عما نعمل جهدنا أنه نخلي العالم ببيوتهم ما يروحوا على المستشفيات ما يروحوا على العيادات ما يظهروا لا حتى نخفف احتمال الانتشار اللي قلتي كتير صحيح أنا ببلش بأول نصيحة أساسية يلي عنده مشكل حساسية أو مشكل ربو أو ما شابه بده يضلع أدويته المزمنة وياخدها مظبوط وما يوقفها بغض النظر شو تركيباتها لأنه في كتير خوف برا كمان على قصة الكورتزون وأنه ما يعرف وين قصة الكورتزون وأنه لأ عم نسمع وعم نقرأ الكورتزون بضر مع الكورونا فعم بيوقفوا أدويتهم اللي فيها الكورتزون وهيدا عم بيؤدي لعوارضهم ترجع تزيد بيضيعوا حكيمهم وبيعملوا مشكل ما قالوا لزوم أبدا أصبح أول شغلة أساسية عند مريض التحسس المزمن أو الموسمة أو مريض الربو كمل أدويتك أو كمل أدويتك مثل ما طبيبكم قيلكم بدون ما تنحرفوا على الموضوع أبدا هيدا الأفضل لألكم ولحزيد بشغلة تانية أساسية هيدول الناس بخافوا لأنه عندهم هالمشكل أنه إذا لقتوا كورونا يكون وضعهم أسوأ من غيرهم أو أنه بيلقتوا أكتر أول شيء ما بيلقتوا أكتر مثلهم مثل أي حدا تاني بالنسبة لأنه ينعدوا ولكن بالنسبة لأنه يكون وضعهم أسوأ من غيرهم هذا اللي أقولك العدوى هيا زيتا أصلا عندهم ال�iin سعلا هذا بيعني أنه مرضا مش تحت السيطرة لازم ليكون مرضا تحت السيطرة أنه معقولة يكون دي مش هول التهاب pvr وعلى كوروانزا أولا أي فيروس رينوفايرس نحن موسم الإنفلوانزا كنا بيكون واقع أكثر من العادة أصبح الشغلتين الأساسية اللي كل اللي عم يشاهدون لازم يعرفون أولا بتاخدوا دوايكم كتير مظبوط ومثل ما قيلكم حكيمكم وما بتزيحوا اثنان إذا مرضكم تحت السيطرة ما تخافوا طيب نجي هوني على الشق الآخر يعني هلأ أنت بهذا اختصرتلي كتير لا اختصرتلي كتير كتير أسئلة عم تنطرحوا والناس عم تطرحوا أهم شي هو موضوع الكورتزان خليني فوت فيها هون نقطة لأنه في ناس خفف في الدوزاج الأدوية تبعها في ناس كانت تاخد الفنطولين ومعروف الفنطولين هو كلينيل هني هاي كورتزان كلينيل كله كورتزان بلشوا يخففوا أو يغيروا أنواع أو ينزلوا إلى الشي اللي فيه كورتزان وشو علاقة الكورتزان مع الكورونا لحتى نكون واضحين طيب لأفصل أول شي نقطتين أول نقطة هي أنه المناصة التواصل الاجتماعي على كل عظمتها وقربت العالم كل ياته مأزية كمان لأنه ما بقى فيك تفرق بين المعلومة الصحيحة المعلومة المفيدة والمعلومة المضرة صرنا كلنا أطباء وكلنا وعزين ومشيدين صحيين ونصف أصفات كمانا لنرجع على قصة الكورتزان الكورتزان عم نحكي نحن بأمراض الأشخاص اللي عندهم مرض الكورونا أخذوا الفيروس وأثر كتير على يون والأخص أثر على جهاز تنفسي ليش نحن كتير إذا بدك راب على مشكل الكورونا كخصائية أمراض رئوية لأنه الناس اللي عم يصيرون يصير عندهم مشكل كبير عم ينصابوا بالمضاعفات الكبيرة عم تكون المضاعفات بأساسها رئوية لأنه محل ما بيعلق الفيروس تعليقته بالخلايا بتجي على الرئة بشكل خاص هيدول الناس نحن عم نعالجهم في لغط اللي علاقة بأي متى نحن بنستعمل الكورتزان وبدوزات مختلفة تماما وبتركيبات مختلفة تماما بوضعات مختلفة تماما لناس فريدين بوضعهم عندهم إصابة كتير آسية على الرئتين بقلب العينية المركزة بيكونوا على أجهزة التنفس والإنعاش وهيدول الناس مختلفين تماما عن كل اللي عم يتفرجوا علينا وإن شاء الله بيضل الوضع هيك أصبح كلمة كورتزان ما أننا بتنطبئ أبدا على اللي عم يشاهدونا اللي بيشاهدونا بدون يعرفوا اللي قلته الكورتزان بمحله اللي عندهم أمراض مزمنة تحسس مزمن أو ربو مزمن الكورتزان بالطريقة اللي عم يغدوها درجته خفيفة سيبليه بيروح على المحل اللي يجب يروح عليه وبيعمل شغله الأساسي بأنه يحافظ على المرض تحت السيطرة بشكل كامل لينحقق شغلتين بحال صار عندهم الكورونا بيكون وقعوا عليهم تقريبا مثل اللي ما عنده هالأمراض المزمنة واثنين ما بيعملوا العوارد اللي بتخليهم يخافوا أنه لقطوا الفيروس ويهلكوا حكيمهم على التليفون ما يعرف شو بديوا يقولهم صحيح كتير كتير أساسي ما يعملوا هيك حسك أصلا لا والله عليك الحال بس لنوضحها لمره أخيرا هل الكورتزان هو دواء بيوطي المناعة لأنه هيدا هلأ العرفة السائد أنه لا ما تاخدوا كورتزان لأنه بيوطي المناعة وبالتالي بيصير إمكانية الأتاك تبعا الكورونا فيروس أقوى من لأنه بتصيب يعني بتجي أكتر على المناعته أقل الكورتزان بطبيعته كدواء هو دواء بيوطي المناعة بالجسم؟ صحيح الكورتزان بطبيعته كدواء هو دواء بيوطي المناعة هيدا جواب سليم ولكن أكيد مش كيفي وأكيد مش وقعه صحيح بالأزمة اللي نحن فيها الأناس الأشخاص المرضى يلي عندهم حاجة للكورتزان وعم يغدوه دمن وصفة لازم يغدوه لا حدا يوقف لحاله أبدا ما لازم وضروري يكمل يعني تؤيفه أخطر من الاستمرار صحيح لازم يغدوه بإشراف طبيبهم وبإرشادات طبيبهم نعم خيأة نقل إلى نقطة أخرى بهذا الموضوع ونفوت بقى هلأ شوي على قلب المستشفيات خيأة ويقولك كمان اختصاصك دكتور أنك مسؤول عن عيني الفيئة كمان ونعرف أنه في جزء كبير من المرضى بيضطروا الدخول إلى عيني فيئة وإنهيلرز وفنتليتر وكل صحيح هذا الموضوع أي متى مريض الكورونا أو الذي يصاب بالكورونا يوصل لمرحلة العيني الفيئة وأنه يضطر يعمل له أنتوباسيون أو ينحط تحت جهاز تنفس استناعي اللي هو الفنتيليتور لأنه كمان الأفكار سيدة أنه الكورونا خلاص راح وصار أنتوباي وبعا أنه في ناس بتكون حاملة الكورونا أو منصابة بالكورونا وعن بتعيش حياتها طبيعية ما بتضطر تكون مش طبيعية يعني تفلط على الطرق ما بتضطر تكون موجودة بمستشفى فيها أنه يتم علاجها بالبيت وما تكون بحاجة لأجهزة التنفس كمان خلينا نميز بهذه النقطة كل اللي قلتين صحيح وسليمين لوضح أول شي النقطة أساس لكل اللي عم يشاهدونا من كل مئة شخص بيلقط ويصاب بفيروس الكورونا كل الدراسات إن كانت من الصين أو من الدول الأخرى عم نحكي بإيطاليا أو بفرنسا أو بالولايات المتحدة أو البدكي 85% من هيدول الأشخاص بيغدوا مثل أي جريب بسيط رشح عادي وبيصحوا منه وفي منهم ما بيعرفوا أنه أخدوا هيدة شغلة جيدة ونفس الوقت خطرة بنحكي عننا بعد دقيقة ولكن الأساس إنه الأكثرية العزمة 85% بيصحوا منه بدون مساعدة الطبيب وبدون حاجة لأي علاج على البرنادول على البرنادول والسوايل كل بساطة الـ 15% الباقيين هن يلي بيحتاجوا للجهاز طبي بيحتاجوا للمستشفيات بيحتاجوا للعيادات المتخصصة وجزء من هيدول 5% تقريبا هن يلي بيحتاجوا لعناية فائقة هيدول الناس إذا لحقوا وصلوا على العناية صحيح الخطر عليهم كتير كبير بدي بس ذكر العالم كل ياتنا إن كان نحنا هون بلبنان ولا بأعظم مراكز دراسات وعلاجات بالعالم عم نتعلم نحنا وبقلب المرض learning on the go كل ياتنا عم نتعلم نحنا بخضم الوباء مش ناكي عم بتشوف كتير لغط على أنواع العلاجات أي متى منعطي شو منعطي شو منعمل بالكورتيزون أي مضادات حيوية مضادات المالاريا اللي عم تستعمل بكل العالم اللغة اللي حولها غير أدوية أدوية لأمراض الـ HIV وغيره أساس interleukin sex antagonist عم تحكي بكتير إمكانيات لا لأنه في عنا وباء نازل فينا فتك ونحنا عم نجرب ندافع عن حالنا بنص المعركة واللي عم نعمله بده وقت أصبح اللي قلتي صحيح بلكن جزء بسيط من هالناس هن اللي بيحتجوا للعناية المركزة بحال نزلوا على العناية المركزة الوضع خطير جدا وخطير لأنه حتى نحن يلي منعتبر حالنا منفهم بالموضوع أكتر من غيرنا وخبزنا اليومي ومنعالج كتير ناس بهيك حالات عم يعمل الفيروس حالات ما شايفينا قبل عم نتعلم كيف عملوا بالصين فيهم لأنه عندهم أكتر خبرة وسبقونا بهالشهرين ثلاثة فعم نتعلم خلينا ناخد نسيون عن الشي اللي عم تتفضل فيه وتحكي يعني شو الحالات كيف بتصير كيف بتطور الوضع وشو يلي عم بتصاطفوه وغير مسبوق إنه مارئ عليكم طيب أولا أولا تدهور هيدا المريض فيكون أسرع بكتير من ما نحن متعودين يعني نحن عاطم نعرف الشخص اللي بيكون على كمية أكسيجين خفيفة أربع خمس لترات بالدقيقة هيدا العاطم بيكونوا على الطوابق ماشي حالهم مريض الكورونا فيروح منه يكون أربع خمس لترات ليكون على جهاز تنفس بخضم ساعات إذا لحقنا اثنين الكورونا مش بيدرب بس الرواية بيدرب كمان عضلة القلب بيدرب كمان الأعضاء الأساسية الأخرى وهيدا الإصابة فيها تكون كتير سريعة تلاتة جهاز المناعة طبع الشخص طريقة تعامله مع الكورونا منهار عم بتكون منة زيتة من شخص لآخر يعني فيه شخص يعمل شيء اسمه سايتوكاين ستورم جهاز مناعته يولي عندني هو عم بيحارب الكورونا يحرق السيستام تبعوله ويعمل انهيار بالأعضاء الأساسية أكتر من هيك أنا بحب أقول شغلي وهيدا أساسية وأنا بتصور لكل اليوم وفقني عليها من اللي شفني بإيطاليا بالأخص الصور اللي بتبكي الجهاز الطبي لازم يحافظ عليه لأنه أثمن ما نملك بهالأيام فينا نحكي قد ما بدنا فينا ننتقد قد ما منريد ما عنا مشكل ولكن أنا بخاف مثل ما قالوا بإيطاليا يصير جراح مسالك بولية مثلا هو عم يعالج مريض عناية لأنه ما بقى فيه طبيب عناية منه مصاب أنا بخاف ما يكون فيه ممرضات أو ممرضين أنا بخاف ما يكون عندي قدرة أني استوعي بدول العالم وبالتالي نحن مثل كل الدول المتقدمة بالعالم يغدين احتياطاتنا الكاملة وعم نجرب نحافظ على الجسم الطبي بطريقة يظل محمة ونفصل مثل ما نحنا عاملين عنا بالمركز نفصل الجزئين المستشفى اللي هو فرد مستشفى مفصل اليوم لجزئين جزء ما بيتعاطى مع الثاني لأقصد درجات لنظل حميين جزء اللي ما بيتعاطى بالكورونا من الجزء اللي عم يتعاطى بالكورونا حرقتلي يفوت علي معلش لأنه هيدا أساسية يذكر أنه اليوم في وقف تضامنية مش تضامنية وقفة شكر زقفة لأبطال اليوم رح يتم يعني في دعوة حتى لساعة 8 عشية كل الناس تطلع على شروفاتها وتعمل وقفة معنوية مع كل جسم الطبي من أطباء من ممرضين وممرضات من حتى عمال النظافة في المستشفيات يلي عم يتعرضوا أكتر كمان من غيرهم لا كل شي بيشتغل بدمان بمجال الصيدلي والمختبرات كمان بس لنقلهم شكرا على هذا الشيء ورح بآخر الحلقة رح يكون فيه كلام مفصل عن هيدا الوقف اليوم